السلام عليكم أحبابي طلاب الصف الثالث إن شاء الله اليوم رح نبدأ بتدريبات التابعة لدرس شعوب من العالم اليوم هو الاثنين التاريخ 24-25-2021 ميلادي الآن يا ثالث نتبع مع المس نفهم التدريب نفهم السؤال ونبدأ بالشرح السؤال الأول أختار المعنى المقاربة للكلمة الملونة مما بين القوسين إذن طالب مني أختار المعنى المقارب للكلمة الملونة في عنا كلمات ملونة باللون الأحمر بنا نختار معنى مقارب إلها من الكلمات المحطوطة بين القوسين ألف تغطي التلوج بلاد الأسكيمو على مدار السنة كلمة مدار هل معناها على قرب السنة ولا على طول السنة ولا على جانب السنة أحسنتم على طول السنة إذن الكلمة هي طول على طول السنة ب يستخدم الأسكيمو عربات تجرها الكلاب معنى تجرها الكلاب تزيدها الكلاب أم ترفعها الكلاب أم تسحبها الكلاب أحسنتم يا ثالث تسحبها الكلاب إذن تجرها الكلاب بمعنى تسحبها الكلاب جيم يلبسون ثيابا تقيهم شدة البرد ما معنى كلمة تقيهم؟ تقيهم يعني تحميهم شدة البرد أم تعطيهم شدة البرد أم تسقيهم شدة البرد مين يا ثالث المعنى؟ اللي حسيتوا أنت صح؟ أحسنتم تحميهم تحميهم من شدة البرد نجي يا ثالث نقرأ التدريب رقم اثنين أضع دائرة حول الكلمة المخالفة دائما يا ثالث افهم السؤال إيش مطلوب منه السؤال؟ بيحكي لنا ضع دائرة حول الكلمة المخالفة في عندي كلمات بنتم لبعض وفي كلمة بتختلف عنهم خلينا نقرأ ألف ورح أفهمكم من خلال الكلمات الموجودة ألف الطواقي العربة القفافيز الأحدية الآن لاحظي يا ثالث الطواقي القفافيز الأحدية جميحها بقدر ألبسها يعني يرتديها الإنسان الطواقي بارتديها على رأسي وبتحميني من البرد القفافيز بلبسها بإيدي الكفوف وبتحميني من البرد الأحدية أيضا ألبسها برجلي لكن العربة العربة نقدر نلبسها يرتديها الإنسان لا إذن هي الكلمة المخالفة بحط عليها دائرة مختلفة عنهم إذن الطواقي القفافيز الأحدية جميحها نستطيع ارتداءها لكن العربة لا نرتديها طيب با يلا أشوف مين البطل اللي رح يعرف على السريب أبواب سرر رفوف ثياب أحسنتم ثياب هي المختلفة ليش مختلفة يا ميس؟ أبواب والسرر يعني الأسرة والرفوف كلها بنقدر نصنحها يا ثالث من الخشب صح؟ مصنوعة من الخشب الثياب قد تكون مصنوعة من القطن من الصوف أيضا أبواب سرر رفوف موجودة في المنزل جزء من المنزل الثياب يرتديها الإنسان إذن المخالفة هي كلمة الثياب جميحة هاي من نصنحها من الخشب إلا الثياب نيجي على جيم السلحفات الكلاب المصباح الأسماك لاحظ يا أمي السلحفات الكلاب الأسماك جميحة من الحيوانات المصباح المصباح جماد لكنه لا ينتمي للحيوانات إذن من الجمادات المصباح اعرفنا يا أمي كيف نختار الكلمة المخالفة إذا إجاك بالامتحان ما هي الكلمة المخالفة من هاي الكلمات السلحفاء الكلاب المصباح الأسماك على طول بتحكي المصباح لأنه جميع التالية هي حيوانات نكمل التدريب الثالث يا ثالث صفحة أربعة وتسعين أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين في عندي مجموعة كلمات بين القوسين بنا نعبيها حسب المعنى بالفراغ الطريق اقترب القطبي المستقبلي نصنعه الآن يا ثالث انت ضروري تتدرب على قراءة السؤال بدك تقرأ السؤال لحالك ترجع تقرأ الكلمات لحالك وبعدين ترجع تجاوب التدريب لحالك الآن نقرأ ألف يتميز الدب بفرائه الأبيض نحكي الدب الطريق أم الدب اقترب أم الدب القطبي أحسنتم الدب القطبي إذن يتميز الدب القطبي بفرائه الأبيض الآن اشطبها يا ثالث من هون عشان ما ترجع تختارها فراغ من الصوف تيابا للشتاء الطريق اقترب المستقبل نصنع نصنع أحسنتم نصنع من الصوف تيابا للشتاء طبعا نصنع يا ثالث إيش هي؟ فعل مضارع أحسنتم فعل مضارع نصنع فعل مضارع حركته الضمة ماذا نصنع من الصوف تيابا تيابا هي مفعول به الآن نجع على الجيم لا ترمي النفايات طبعا نشط بناصنعه الآن بحكي لي لا ترمي بنهاني أو بنهي عن رمي النفايات الواحد وين بيرمي النفايات اللي قاعد بحكي لي لا ترمي النفايات في القطبي أحسنتم النفايات في الطريق لا ترمي النفايات في الطريق السؤال بعد عندنا خيارين ماذا تحب أن تصبح فيه؟ اقترب أم المستقبل يا ثالث؟ أحسنتم في المستقبل طيب ماما هات سؤال ماذا تحب أن تصبح في المستقبل؟ إيش لازم أحط بالآخر؟ لازم تكون مش نقطة علامة استفهام يا ثالث الآن ماذا تحب أن تصبح في المستقبل؟ بتحط علامة استفهام بدل النقطة ها رأى الطائر القمحة فاقترب اقترب يا ماما هاي الهمزة همزة وصل ولا قطع؟ همزة وصل أحسنتم لاحظ كيف بنحكي فاقترب على طول ما لفضتها لفضت القاف إذن فاقترب باجي بكتب الألف مع الفا انتبه المسكة في كتبات فاقترب طبعا اقترب فعل ماضي رأى الطائر القمحة فاقترب منه إذن اقترب فعل ماضي الآن سؤال الرابع أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين بعد قبل فوق تحت الآن يا أمي بعد وقبل هذول بنسميهم ظروف زمان ظرف عبارة عن ظرف زمان شو يعني ظرف الزمان؟ يعني بيدل على زمن مثلا بحكي قبل الظهر أو بعد الظهر الظرف بيدل على زمن لكن فوق وتحت بيدلوا على مكان ظرف مكان اسمهم بيدلوا على مكان بنسميهم ظرف مكان وان شاء الله بصف رابع وخامس رح تأخذوهم ظروف الزمان وظروف المكان بشكل مفصل هون بدك تعرف لي انه في عندنا ظروف للزمان بس تخدمها للزمن للوقت وفي للمكان مثلا بحكي فوق الطاولة الكتاب فوق الطاولة هاي مكانه يعني عشان هيك بنسميه ظرف مكان أو الكرة تحت الطاولة إذن تحت مكان أما بعد وقبلها بتدل على الزمان الآن ننتبه يا ثالث للكلمات الموجودة عشان نختار ظرف مناسب ألف ونظف أسناني النوم بعد النوم ولا قبل النوم ولا فوق النوم ولا تحت النوم بالتأكيد بنختار قبل النوم الواحد متى بنظف أسنانه يا ثالث قبل النوم أحسنتم بشطبها إذن أنا حطيت الزمن اللي بنظف فيه أنا أسناني هو قبل النوم طيب جلس الرجل بعد الشجرة فوق الشجرة تحت الشجرة أحسنتم تحت الشجرة في حدا بيروح بجلس فوق الشجرة بالتأكيد لا يامس إذن تحت الشجرة المكان اللي جلس فيه هو تحت الشجرة يأتي الربيع ضل عندي بعد الشتاء ولا فوق الشتاء إذن دائما يأتي الربيع يا ثالث بعد الشتاء بعد الشتاء يعني الشتاء بيجي الدنيا بتشتي بعدين بعد ما تشرب الأرض المي اللي من الشتاء بطلع عندي العشوب والورد إذن متى بيجي فصل الربيع زمن مجيئه بعد الشتاء ارتفعت الطائرة ضل عندي كلمة فوق أو ظرف مكان فوق البيوت الآن يا ثالث مطلوب منك تحل هاي الأسئلة تتدرب على قراءة الأسئلة مظبوط يا ثالث وتحلهم نيجي على السؤال رقم خمسة اكملوا على نمط المثال هون بطلب منك يا ثالث انك تكمل على النمط طبعا يا ماما هون القاعدة مش مطلوبة لكن رح اشرح لك إياها بشكل مبسط لأنها رح تمولم معاك بصف رابع وخامس رفع خالد العلمة نيجي نحلل الجملية رفع فعل ما نوع الفعل؟ فعل ماضن طيب خالد هو الفاعل من الذي رفع العلم؟ خالد من الذي قام بالفعل؟ خالد العلمة مفعول به لاحظ هاي جملة كاملة فعل فاعل مفعول به إذن رفع خالد العلمة لاحظ يا أمي هاي الكلمة اللي بالأحمر إيش تحولت؟ صارت رفع العلمة رفع العلمة طيب وين رح خالد؟ انحدف خالد الفاعل انحدف لما ينحذف الفاعل الفعل شو عملنا فيه؟ حطينا ضمة ضمة على أوله وكسرنا ما قبل الآخر عملنا كسرة يعني صارت رفعة رفع رفع الآن هاد بنسميه فعل مبني للمجهول شو يعني مبني للمجهول؟ يعني الفاعل عندي مش موجود مجهول ورفع العلمة مش كاتبين من اللي رفع العلم بهاي الجملة هون هاي الجملة هاد الفعل معلوم مبني للمعلوم يعني الفاعل معروف لما يكون الفاعل معروف نكتب هاد مبني للمعلوم هون رفع فعل مبني للمجهول لأنه أنا ما بعرف مين الفاعل مين الرفع العلم هون عرفنا يا أمي؟ الآن أنا شو بعمل؟ بتجيب الفعل الماضي بحكي رفع شو بعمل؟ بحط ضم هاي ها بك تركز ضم على الحرف الأول وبتكسر ما قبل الآخر نيجي نطبق على المثال الثاني سمع الناس والأذانة طبعا بدك تشطب الفاعل هون ما رح نكتب الفاعل وبدك تحول حركة الأذانة بتصير الأذان ويعني حولنا المفعول به لضم هاي الأشياء بدنا نتبه لها طب سمعا شو بتصير؟ بتصير سو أول حرف حكينا بنحط عليه ضم اللي قبل الأخير بدي أحط عليها ثالث كسرة سمع سمع الأذانه حولت الفعل المعلوم لفعل مبني للمجهول يعني أنا شطبت الفاعل معرفته معرفته هون سمع الأذانه طيب نجي على با شكرا الطالب المعلمة شكرا فعل ماضي الطالب فاعل المعلمة مفعول هون الفاعل معلوم يا ثالث آه آه يمثل فاعل هو الطالب إذن شكرا الطالب والمعلمة طب خلينا نحولها لمجهول يعني نشطب الفاعل ما بدنا الفاعل شو بنا نعمل يا ثالث لما أحول شكرا لمجهول أول شغلة بدي أعمل الحرف الأول عليه ضمه شو بعدين بكمل الكلمة بكسر ما قبل الآخر هاي الحرف الأخير القبليه بكسره شو كيرا صارت شو كيرا المعلم عرفت يا ثالث يعني الحركات اللي اختلفت غيرت الجملة صار هاد فعل مبني للمجهول الفاعل مجهول المعلم حغيرنا حركتها من الفتحة للضم طيب جيم طرقة ضيف البابة بدي أسمع طرقة شو بتصير حولها من المعلوم للمجهول أحسنتم طريقة الباب طريقة الباب طيب حمل الرجل الصندوق طبعا هون هاي يا ماما كلهن سمع شكرا طرقة حمل جميحة أفعال ماضية ثلاثية بتتكون من ثلاث أحرف كلها أفعال ماضية صارت بالماضي وكلها ثلاثية تتكون من ثلاث أحرف والكلم اللي وراها كانت فاعل يعني الضيف فاعل حمل الرجل حمل فعل ماضي الرجل فاعل الصندوق مفعول به طيب مين البطل بدي يحول حملها لفعل مبني للمجهول يعني نشطب الفاعل حميلة أحسنتم حميلة الصندوق وغيرنا الحركة هون من الفتح للضم انتبهنا يا أمي هون كل اللعب كان على الحركات يا ثالث يعني كل التغيير كان على الحركات عشان هيك دائما بحكي لك يا ثالث ركز على الحركات لأنها بتغير المعنى وبتغير الجملة هون يا ثالث حولنا من فعل مبني للمعلوم لفعل مبني للمجهول شطبنا الفاعل وغيرنا حركة الفعل الماضي سمع أصبحت سمع شكرا شكرا طرقة طريقة حملة حملة وهيك يا ثالث رح نكتفي لهذا اليوم ان شاء الله المرة الجاي رح نكمل باقي التدريبات ياريت يا أمي تحل التدريبات من 1 إلى 5 وتصورها وتبعثها للمس ويعطيكم ألف عافية